يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بانوراما الظهور المهدوي الحلقة الرابعة والستون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعت فيه إن كنت راغبا في إمامك ملحق بانوراما الظهور لازلت في العنوان الثاني حوزة الحمير وهذا هو الجزء الثالث حينما أقول حوزة الحمير إنني أتحدث عن الحمير البشر وأتحدث عن حوزة النجفي وكربلاء عن الحوزة الطوسية منذ أن أنشأها الطوسي سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا مر علينا وبنحو واضح جدا من أن القرآن قسم رجال الدين إلى مجموعتين هناك مجموعة رجل الدين الإنسان وهناك مجموعة رجل الدين الحمار والحديث هنا عن الحمار البشري لأن الحمار الحيوانية أجل بكثير بكثير روثه روثه أجل بكثير من الحمار البشري لا أسجل اعتذار للحمير الحيوانات لأنني لا أقصدها بسوء إنما أتحدث عن الحمير البشر إذن هناك مجموعتان بحسب القرآن وبحسب سورة الجمعة هناك رجل الدين الإنسان هذه المجموعة الأولى وهناك رجل الدين الحمار هذه المجموعة الثانية القرآن حين حدثنا عن رجل الدين الحمار أخبرنا من أنه يحمل معلومات صحيحة الذين حملوا التوراة القرآن يتحدث عن التوراة الصحيحة لكنهم لم يفقهوها ولم يطبقوها بنحو صحيح أما مراجع الحوزة الطوسية فإنهم حملوا القرآن لكنهم لم تتحقق المعلومات الصحيحة في أذهانهم فعلى سبيل المثال ما ذكرته لكم من أن أستاذ المراجع الميرزا النائيني جاءنا بآية من عنده وجعلها دليلا جعلها أساسا لبحثه الأصولي الأصولي في أصالة البراءة من جملة ما أورده في هذا البحث المبنائي عند الأصوليين جاءنا بآية من عنده إذا أردنا أن نصنفها على أي اهتسورة لابد أن نصنفها بهذه الطريقة رقم الآية صفر واسم السورة جيب الصفحة من جيب صفحة النائيني إذن آية النائيني وأحل لكم ما في الأرض جميعا الآية صفر من سورة جيب الصفحة جيب صفحة النائيني هذه الآية أثبتها في بحثه والخوء كذلك أثبتها في تقريراته مع أنه يقول إنني كررت النظر فيما كتبته فيما كتبه في هذه التقريرات التي عنونها ب أجود التقريرات لقد كرر النظر فيما كتب ومر على الآية كرارا ومرارا لكن الرجل لا يفقه القرآن لا علاقة له بالقرآن مثل ما هو أستاذه النائيني الذي افترى هذه الآية المراجع العظام من تلامذته أينهم أينهم أين تصنفون هؤلاء هل هم في قائمة مجموعة رجل الدين الإنسان أم في قائمة مجموعة رجل الدين الحمار السثنين لأن القرآن حين تحدث عن رجل الدين الحمار قال من أنهم حملوا التوراة معلوماتهم صحيحة التوراة صحيحة عندهم لكن الذين عندنا أولاء العباقرة يفترون على الله ويأتون بقرآن ولو أن أحدا يعترض عليهم لقالوا له أنت أفهم من المرجع إنني أفهم من المرجع الحمار هذا من مراجعكم الحمير سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة لقد ضحكوا على أسلافنا وجعلوا من أجدادنا وآبائنا حميرا ركبوا على ظهورهم ذكروا 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 الشيعة بحالهم ذكروهم ذكروهم بالوثيقة الدخية لا أجيب الأسوان واحد قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت للمرأ أخر بابا ما توصل للنوبة إليها قال توصل أطمئنا تركبهم يعني ما ش يعني تركبهم وتقول لهم ذيخ والله نص عبارده واحد من الأعلى أخبر خمس سنة قيلة مستعجب مش دارها قلنا تركب يعني قلاغة أغميشيني كما قلاغة أغميشيني جميع تبقل أغميش حرفة حقوش ذيخ عرفيخ حقوش ونص عبارده كنا على تفا وكلكم تعرفون لأنه مارد أجيب الأسماء عرض ما قال تركب مثل ما تركب نعم غاية بيخ لا معلم إجمالية هذا هو واقع واقع الشيعة لا هو الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة السيد محمود الشاهرودي والسيد أبو القاسم الخوعي والشيخ حسين الحلي هذا الذي يقال عنه من أنه أستاذ المراجع ودرس عند أستاذ المراجع الميرزى حسين النائيني أستاذ المراجع والشيخ حسين الحلي أستاذ المراجع وإحنا ما قابضين بس هالألقاب ألقاب بدون فائدة بدون منفعة حينما نفتش عنهم نجدهم حميرا من الحمير البشر من مجموعة رجل الدين الحمار محمود الشاهرودي أبو القاسم الخوعي أحسين الحلي الميرزى حسن البجنوردي الميرزى باخر الزنجاني السيد علي مدد القائني سيد هادي الميلاني السيد محمد حسين الطباء طبائي وَا 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 لماذا لم يشخصوا من أن الرجل يهدي وليس هناك من آية في القرآن بهذا اللافظ المشكلة ليست في أنه افترى آية لو كان مضمونها يأتي موافقا للقرآن لكن مضمونها يتعارض مع القرآن فهذا يعني أن ما يترتب عليها وما يفهم منها سيكون مخالفا للقرآن آيته المكذوبة آية أن نائني وأحل لكم ما في الأرض جميعا من أن الله أحل لنا ما في الأرض جميعا وأحل لكم إذا رجعنا إلى القرآن فإن هذا الكلام يتعارض مع منطق القرآن في الآية الثامنة والستين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة يا أيها الناس يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة مما هنا جاءت من للتبعيط كلوا من بعض ما هو في الأرض يكون لكم حلالا طيبة هذه هذه مما من وما أدغمت الكلمتان دمجت الكلمتان يا أيها الناس كلوا من ما في الأرض مما في الأرض حلالا طيبة إذا لم تلتزموا بمضمون الآية ما الذي سيكون إنها الجهة الثانية في الآية ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان هو الذي يقول لكم إن ما في الأرض يكون محللا لكم بأجمعه هذا منطق الشيطان يا أيها الناس كلوا مما من بعض ما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين هؤلاء أعداؤكم مراجع الدين أعداء الدين هذه هي الحقيقة من الآخر تفهمونها لا تفهمون ولذا سيخرجون لقتال إمام زماننا إمام زماننا هو ديننا أما هؤلاء فهم أعداء ديننا إنني أتحدث عن دين العترة الطاهرة لا تحدثوا عن الدين الطوسي دين مراجع النجف وكربلاء هو الدين الطوسي الدين الطوسي هكذا ينتج لنا ينتج لنا افتراء على الله وأحل لكم ما في الأرض جميعا ما في الأرض جميعا المعنى واحد المعنى واحد لكن القرآن يرفض هذا المضمون المشكلة ليست في الافتراء اللفظي المشكلة في الافتراء المعنوي هذا المعنى يرفضه القرآن يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا يضحكون عليكم يقولون بأن علماء الأصول يناقشون مرحلة ما قبل التشريع وما بعد التشريع ويأتونكم بهذا الضراط الأصولي المرجعي يضحكون عليكم بهذه الترهات والسفاسف هذا هو القرآن إذا كنا نتحدث عن القرآن فهذه حقائق القرآن في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات أما الخبائث فإنها محرمة عليكم فما معنى هذا وأحل لكم ما في الأرض جميع وأحل لكم ما في الأرض جميع هذا منطق يتعارض مع منطق القرآن تعارضا كاملا إذن المضامين التي يستنتجونها من هذه الآية ويبقونها ويجعلونها جزءا من دراستهم إنها مضامين شيطانية تتعارض مع القرآن يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات الآية واضحة جدا في سورة الأعراف إنها الآية السابعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة وهذه تتحدث عن اليهود فإن اليهود لا علاقة لهم بتشريع الإسلام في زمان رسول الله وإنما تشريعهم سابق والآية تقول لهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وآن يتبعوه الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الأمية نسبة إلى أم القرى وليس الذي لا يحسن القراءة والكتاب لأن الذي يعتقد أن رسول الله لا يحسن القراءة والكتاب مثل ما يعتقد مراجع النجف وكربلاء فهذا في أحاديث أهل البيت كذاب ملعون عليه لعنة الله ولذا فإن مراجع النجف وكربلاء كذابون ملعون عليهم لعنة الله إنها أحاديث الباقر والجوات أحاديث الأئمة هذا ما هو كلامي هذا ما هو كلامي أحاديث 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 أهل البيت أحاديث عقيدة عقيدة العترة الطاهرة من أن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا في جزء من الثانية من حياته كان لا يحسن القراءة والكتابة الذين يقولون بهذا القول كذابون ملعون لعنهم الإمام الباقر والإمام الجوات لعنهم أئمتنا فمراجع النجف وكربلاء من الطوسي الطوسي يعتقد بهذه العقيدة وتبعه مراجع الضلال في حوزة النجف وكربلاء تبعوه على هذه العقيدة والأئمة يقولون من أن الذي يعتقد بهذه العقيدة كذاب ملعون لعنه الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي أنا لا أتحدث عن مرجع أو مرجعين أنني أتحدث عن مراجع الشيعة عموما من الأموات والأحياء فإنهم كذبون ملعونون بحسب أحاديث إمامنا الباقر وإمامنا الجوات صلوات الله عليهم تريدون أن تكذبوا أحاديث الأئمة أنتم أحرار أنتم أيضا كذبون ملعون كل المراجع الذين في أذهانكم يعتقدون بهذه العقيدة التي يكذبها الأئمة ويلعنون القائلين بها كل المراجع الذين في أذهانكم الطوسي يقول بهذه العقيدة الذين جاءوا من بعد الطوسي يقولون بهذه العقيدة صاحب مجمع البيان الطبرسي يقول بهذه العقيدة تسألون عن الخوئ يقول بهذه العقيدة تسألون عن السستان يقول بهذه العقيدة تسألون عن محمد الشيراز يقول بهذه العقيدة في تفسيره تسألون عن محمد باقر الصدر يقول بهذه العقيدة و و و تسألون عن الطباطباء في الميزان يقول بهذه العقيدة إنني ما وجدت أحدا منهم يخالف هذه العقيدة يخالف العقيدة الملعونة الأئمة يكذبونهم ويلعنونهم حينما نقول القول منا ما قاله آل محمد ما بلغنا عنهم وما لم يبلغنا ما أسر وما أعلن من أراد أن يستكمل الإيمان حق الإيمان فليقول هذه رواياتهم وأحاديثهم من أراد أن يستكمل الإيمان حق الإيمان فليقول القول مني ما قاله آل محمد ما بلغني عنهم وما لم يبلغني ما أسروا وما أعلنوا لقد أعلنوا من أن الذي يعتقد بأن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة فهو كذاب ملعون عليه لعنة الله هذا جزء من إيماننا وهؤلاء مراجعكم يقولون من أن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة كتبهم موجودة أبحاثهم ودروسهم موجودة وقد تحدثت عن هذا الموضوع مفصلا وجئت بالمصادر والكتب والحقائق والوثائق الذين يتبعون الرسول النبي الأمي نسبة إلى أم القرى إلى مكة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هذا هو منطق الله هذا منطق الله مع اليهود سابقا مع النصارى سابقا قبل الإسلام ومع الناس جميعا بعد الإسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فما هذا الهراء يا عظماء المراجع يا أساطين المذهب يا أيها الثولان وأحل لكم ما في الأرض جميعا وماذا نقرأ في سورة النحل في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة إنه حديث عن قوم الثرثار الثرثار كان نهرا عظيما في العراق وهؤلاء قوم تحدث القرآن عنهم كفروا بنعمة الله وهذا قبل الإسلام هذا قبل الإسلام فلا تسمحوا لهم أن يضحكوا عليكم كي يرقعوا قذاراتهم ويستروا عوراتهم القرآن تحدث عن هذه القرية عن هؤلاء القوم إنهم أهل الثرثار وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة موطن الشاهد هنا في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة النحل فكلوا هذا الخطاب لأهل الثرثار والخطاب للناس جميعا فكلوا مما رزقكم الله مما هناك من وما فكلوا مما رزقكم الله من بعض ما رزقكم الله لأن الله لأن الله رزقنا أشياء كثيرته بعض هذه الأشياء نفعها في وجودها بما هي مثلما خلق لكم ما في الأرض جميعا إنها الآية التاسعة والعشرون بعد البسملة من سورة البقرة والتي جاءوا بها بدلا من الآية المكذوبة ولا علاقة فيما بينما ذكروه من كلام وبينما تتحدث عنه الآية التاسعة والعشرون بعد البسملة من سورة البقرة إنها مسخرة مسخرة فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبة مما من تشير إلى التبعيط واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون مع التبعيط أما من دون التبعيط فإنكم لا تعبدون الله وهذا هو حال مراجع النجاة يضحكون علينا يضحكون علينا حمير 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 يضحكون علينا قد يقول أحد إنك تبالغ كثيرا في الحديث عن قبائحهم لا يوجد أحد يتحدث عن قبائحهم الجميع يتحدثون عن كراماته وعن مناقبه وعن وعن منازلهم التي ما فيها ما في هذه الأحاديث ولا يوجد حرف واحد صحيح أكاذيب ينسجون الأكاذيب لكراماتهم ومقاماتهم ولعلمهم ونبوغهم وذكائهم وهم حمير 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 وهذه الوقاع بين أيديكم يفترون على الله بعد ذلك حينما ندقق في مضمون هذا الافتراء يتعارض مع القرآن جملة وتفصيلا وهذا يعني أنهم لا يفقهون القرآن ولا يعرفون مذاق القرآن وإلا لنفترض أن النائين اشتبه في الآمر فجاء بمضمون قرآني ولكنه صاغه بتعبيره هذا المضمون ليس قرآنيا لا في اللفظ ولا في المعنى فماذا يدرسون في الحوزة إنها دراسة الحمير ولكنهم حمير أسوأ من الحمير الذين ذكروا في سورة الجمعة لأن الحمير الذين ذكروا في سورة الجمعة حملوا التوراة والتوراة كانت صحيحة القرآن يتحدث عن التوراة الصحيحة لا يتحدث عن التوراة المحرفة المزورة أما مراجع النجف وكربلاء فإنهم يزورون القرآن يحرفون القرآن ويأتوننا بكلام لا علاقة له بالقرآن لا لفظا ولا معنى ويريدون منا أن نمجده وأن نقدسه الشيعة تقدس الحمير الشيعة حمير الشيعة حمير جحوش يقدسون الحمير هذه هي الحقيقة من الآخر إنني أتحدث عن جحوش بشرية لا عن جحوش حيوانية الجحوش الحيوانية روثها أطهر وأفضل وأكمل وأجمل من عقول الجحوش البشرية فالشيعة جحوش بشر ومراجعهم حمير بشر وبين هذا وهذا نشأ الدين الطوزي وبين هذا وهذا دمر دين العترة الطاهرة فحمير بشر وهم المراجع ينشئون دينا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة وجحوش بشر وهم أتباعهم يناصرونهم ويحاربون دين العترة الطاهرة هذه هي الصورة الحقيقية للواقع الشيعي منذ أن أسس الطوسي المشؤوم مذهبه اللعين سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة والحال هو هو إلى هذه اللحظة نذهب إلى فاصل أتمنى أن لا تنسوا ما بينته لكم من ميزان في تقييم الذين يقولون نحن المراجع في الدين ونحن الفقهاء في الدين ونحن العلماء في الدين حدثتكم في الحلقتين الماضيتين عن القرآن وعن العترة الطاهرة وكيف يكون التقييم وما هو ميزاننا وتذكروا من أن رجل الدين الحمار الذي تحدث عنه القرآن يحمل معلومات صحيحة لكنه يسيء فهمها ويسيء تطبيقها أما مراجع النجف وكربل فإنهم يحملون معلومات خاطئة لأنهم أخذوها من جهات لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة أتمنى على أبنائي وبناتي من شبابي شيعة قائم آل محمد صلوات الله عليه أن تكون عندهم ورقة وهذه الورقة تبقى معهم إلى أن ينتهي حديثي عن حوزة الحمير في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة وأن يخطط جدولا فهناك حقل لرجل الدين الإنسان وهناك حقل لرجل الدين الحمار وبحسب ما أنتم تقتنعون فاكتبوا أسماء الذين تجدونهم يستحقون أن يكتبوا في حقل رجل الدين الإنسان أو يستحقون أن يكتبوا في حقل رجل الدين الحمار ونبدأ من النائين ومن الخوئ ومن المراجع الآخرين من أمثال محمود الشاهرود حسين الحلي محمد هادي الميلاني هذه الأسماء الكبيرة التي قرأتها عليكم محمد حسين الطباطباء إنه صاحب الميزان القائمة طويلة يمكنكم أن تدخلوا إلى الإنترنت وتبحث عن تلامذة النائين صنفوهم هل هم في حقل رجل الدين الإنسان أم هم في حقل رجل الدين الحمار أنا سأقول لكم إذا ما تابعتم معي بدقة فإن قائمة فإن قائمة رجل الدين الحمار ستكون طويلة ولا أعتقد أنكم ستثبتون اسماً واحداً في حقل وسار أباؤنا وماتوا وماتوا ولزالت الشيعة تسير في نفس هذا الاتجاه لزالت الشيعة حميراً ديخيين يركبون من قبل حمير الشيطان في النجف وكربل أتمنى عليكم أن تتابعوا البرنامج بدقة وأن تسجلوا أسماء الذين أتحدث عنهم ولو بالإجمال أن تكتبوا تلاميذ أهنائين تلاميذ أمخوئ الخوئ وتلاميذه وهكذا حتى تعرف النتيجة بعد ذلك هل هناك في حوزة النجف وكربلاء من يستحق أن يكتب في جدول رجل الدين الإنسان أنا سأعرض لكم ما جاء في كتبه وما قالوه بألسنته عبر المصادر الصحيحة وعبر الوثائق والأدلة الواضحة والحكم إليكم ليس بالضرورة أن تتفقوا معي ولكنكم أنصفوا أنفسكم كي تعرفوا أين تضعون أقدامكم إنني أخاطب أبناء وبناتي من شباب قائم آل محمد صلوات الله عليه لا أهتم بالكبار لأن الكبار قد غسلت يدي منهم حتى الذين يوافقون ويعرفون الحقيقة فإنهم شياطين خرص لن يتحدث بالحقيقة أنتم الشباب أنتم الذين يعول عليكم لا أتحدث عن نفسي إنما أتحدث عن إمام زمانكم لأن الأئمة هم الذين أرشدون لقد قالوا لنا أين أنتم أين أنتم عن الأحداث إنهم الشباب إنهم الشباب من الذكور والإناث أين أنتم عن الأحداث فإن قلوبهم إلى حديثنا أميل قلوبكم أنتم يا أبناء وبناتي قلوبكم أنتم إلى حديث العترة أميل ولذا أخاطبكم أما كبار القوم من أصحاب العمائم من السياسيين وغيرهم إنني جد عليم من أن الجميع من الكبار يتابعون برامجي لكنهم لا يرتبون أثرا مع أنهم يتفقون معي يتفقون معي ولا يعترضون على الذي أتحدث به لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك لأن الحقائق ترغم آنافهم مثل ما أرغمت أنفي دين العترة قوي قوي لا يقاوم لا يقاوم إذا عرض بطريقة صحيحة مثل ما أفعل منهج العترة قوي قوي لا يقاوم لا يقاوم أحد إذا عرض بأسلوب صحيح مثل ما أفعل فلا يستطيعون أن يقاوموا هذه الحقائق يذعنون لها يؤمنون بها لكنهم لا يرتبون أثرا عليها وعينما يتحدثون مع أتباعهم يوجهون أتباعهم إلى أن يحاربوهني وأنا لست مهمة المشكلة في أن حربهم ستكون على حديث أهل البيت على دين العترة الطاهرة هذا هو الذي يجري على أرض الواقع ولذا فإنني أخاطبكم أنتم يا شباب شيعة الحجة بن الحسن تابعوا معي واصنعوا جدولا وثبتوا أسماء الذين أتحدث عنهم ستصلون إلى هذه النتيجة من أنه لا يوجد أحد من الذين سأتحدث عنهم يستحق أن يكون في خانة رجل الدين الإنسان لأنهم بكاملهم بكاملهم يستحقون أن يكونوا في خانة رجل الدين الحمار ابتداء من النائن فالقوئي و 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 آخر الحلقات التي سأتحدث فيها عن هذا العنوان حوزة الحمير إنهم حمير بامتياز بامتياز وامتياز وهذا هو الجزء الأول من كتاب التنقيح إنها مباحث الطهارة مباحث كتاب الطهارة في الصفحة الثلاثين تحت هذا العنوان كتب الخوئ هذه أبحاث الخوئ و قررها الميرزا علي الغروي الذي مر علينا في الحلقات المتقدمة من أنه في بداية مرجعية السستاني أصدر فتوى وحرم تقليد السستاني هو هذا علي الغروي هو الذي قرر أبحاث الخوئ في شرحه للعروة الوثقة هذا الكتاب التنقيح في شرح العروة الوثقة وهو أهم كتب الخوئ في الصفحة الثلاثين تحت عنوان كشف اشتباه في كلمات الأصحاب الخوئ هو الذي يتحدث لست أنا لا يخف أن الأصحاب قدس الله أسرارهم يتحدث عن المراجع فهذا التعبير الأصحاب وقدس الله أسرارهم لا ينحسب البقالين مثلا بحسب أعراف الحوزة إنه يتحدث عن المراجع الكبار لا يخف أن الأصحاب قدس الله أسرارهم نقلوا الآية المتقدمة في مؤلفاتهم ليس واحدا نقلوا الآية التي تضمنت حكم التيمم نقلوها لا كما جاءت في الكتاب الكريم إذن هذه قضية جهرية على طول الخاط على طول الخاط لا يخف أن الأصحاب قدس الله أسرارهم نقلوا الآية المتقدمة في مؤلفاتهم بلفظة إن لم تجدوا فإن لم تجدوا وهو على خلاف لفظة الآية الموجودة في الكتاب في القرآن بل لا توجد هاتان اللفظتان في شيء من آيات الكتاب العزيز فإنما وقفنا عليه في سورتي النساء الأرقام هنا ليست صحيحة في سورتي النساء جاء الرقم خمسة وأربعين الآية هي الثالثة والأربعون بعد البسملة والمائدة أيضا جاء رقمها ليس صحيحا رقمت بالرقم الخامس والخمسين أتحدث عن الآية التي تضمنت حكم التيمم إنها الآية السادسة بعد البسملة فإنما وقفنا عليه في سورتي النساء في الآية الثالثة والأربعين والمائدة في الآية السادسة بعد تصحيح ما جاء من خطأ يبدو أن الخطأ مطبعي فلم تجدوا هذا هو الذي جاء في الآيتين فلم تجدوا لا كما حرفها مراجع الشيعة إن لم تجدوا وفإن لم تجدوا فلم تجدوا كما أن الموجودة في سورة البقرة ولم تجدوا كاتبا ولا أدري لماذا أوجد هذا إلا إذا أراد أن يستقصي هذه الجملة في الكتاب فراجع وظني أن الاشتباه صدر من صاحب الحدائق قدس سره صاحب الحدائق يوسف البحراني وكتابه معروف من الجوامع الفقية المعروفة الحدائق الناظرة في فقه العترة الطاهرة وظني أن الاشتباه صدر من صاحب الحدائق صاحب الحدائق متى توفي توفي سنة 1186 للهجرة من تعريخ وفاته إلى الآن 259 سنة ما يقرب من ثلاثة قرون ومراجع طائفتي لا يضبطون الآية مثل ما جاءت في الكتاب الكريم هذا كلام القوي ما هو كلام ولو سألتموني فإنني أقول من أن الأمر سابق على صاحب الحدائق قبل صاحب الحدائق كان موجودا أيضا ولكنني سأكتفي بما قاله الخوي فلربما فلربما يعود إلى أيام الشهيد الثاني الذي توفي سنة 965 للهجرة وما بين وفاته وإلى زماننا هذا 480 سنة بغض النظر عن الذي قلته سأقف على خلهم القوي وظني أن الاشتباه صدر من صاحب الحدائق المتوفى سنة 1186 للهجرة وتبعه المتأخرون عنه في مؤلفاتهم اشتباها ولا غروة فإن العصمة لأهلها وكيف كان إلى آخر كلامه فهذه الظاهرة ظاهرة تحريف القرآن من قبل مراجع الشيعة ما هي بأمر جديد ولا هي بأمر طار وقد قلت لكم ذلك في الحلقة الماضية لا يضحكون عليكم ويقولون من أن الغز يتتبع سقطة هنا وسقطة هناك هذا هو الخوع بنفسه يتحدى عن أن المراجع منذ زمان صاحب الحدائق يعني منذ ثلاثة قرون وهم ينقلون الآيات في كتبهم الفقهية التي هي كتب استنباط الأحكام الشرعية ينقلونها بنحو خاطئ هذا كلام الخوع وهذا كتابه صنفوا 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 مراجعكم صنفوا مراجعكم وصنفوا علماءكم هل هم في قائمة رجل الدين الإنسان أم هم في قائمة رجل الدين الحمار هذه حقائق بين أيديكم سأذهب بكم إلى محمد باقر الصدر وإذا ما صنفتم عليكم أن تصنفوه هو وتلامذته لأن تلامذته يقدسونه تقديسا غريبة كحال تلامذة الخوع وكيف يقدسون الخوع فإذا ما صنفتم الخوع في قائمة رجل الدين الإنسان فإن تلامذته سيكونون في الأعم الأغلب معه وإذا ما صنفتموه في قائمة رجل الدين الحمار فإن تلامذته في الأعم الأغلب خصوصا الذين صاروا مراجع منهم يصنفون معه في القائمة نفسها لأنهم على المنهج نفسه ويقدسون منهج أستاذهم أعود إلى محمد باقر الصدر كمال الحيدري من تلامذته وهو مرجع معاصر يحدثنا عن أستاذه محمد باقر الصدر وعن علاقته بالقرآن وهذه ناقلها أنا مرارا عن أستاذنا السيد الشهيد الصدق قدس الله نفسه كان يقول بأنه أنفت يوم واقف عنده في حرم أمير المؤمنين ده أقرأ زيارة مولانا إجاني واحد مولانا سألني هذه الآية شنو معناها قلت له هاي مو آية في القرآن مو آية في القرآن يقول راجعت البيت مولانا باوعت المعجم المفارس وإذا آية من القرآن ولكن أنا لا أعلم أنها آية من القرآن ثم هو علق الله يعلم في درس الفقه صباحا في مسجد الطوسي قال والله لو كنت أسأل عن أي رواية من أول الفقه إلى آخره لأجبت عن مضمونها وسندها لأن الفقه كالعجينة في يدي ولكن أسأل عن آية من القرآن لا أعرف أنها آية هذا الضعف ما هو من شاءه ما هو من شاءه من شاءه ماذا الحوزة لأنه إلا وإحنا ما عدنا عداء مع القرآن ولكن من اليوم الأول ثقافتنا قرآنية لا روائية كما ينقل كمال الحيدري عن محمد باقر الصدر من أنه لو سئل عن الروايات لا أجاب سنلاحظ أن محمد باقر الصدر من كتابه لا يفقه لا في القرآن ولا في الروايات من كتابه من كتابه وأنا أقرأ عليكم وأنتم عودوا إلى الكتاب بأنفسكم وهو لا يفقه لا في القرآن ولا في الروايات سيقولون محمد باقر الصدر هذا الذي كتب فلسفتنا واقتصادنا أنا لا أريد أن أناقش كل شيء وإذا أردتم أن تعرفوا حقيقة مؤلفاتي محمد باقر الصدر عدوا إلى برامجي فإنني قد نبشتها نبشا إذا كنتم تتحدثون عن كتاب اقتصادنا فإنه فإنه حينما رسم منظومة الاقتصاد الإسلامي حينما وضع ما يسمى بالمذهب الإسلامي في الاقتصاد اعتمد على سيرة أبي بكر وعمر فأي اقتصاد إسلامي هذا إذا كان محمد باقر الصدر شيعيا فإن إمامه أمير المؤمنين رفض الخلافة حينما اشترطوا عليه أن يعمل بسيرة الشيخين رفض الخلافة وكان بإمكانه أن يقبل الخلافة وبعد ذلك لا يعمل بسيرة الشيخين لكنه أراد أن يثبت من أنه يتبرأ من الشيخين وسيرتهما بنحو كامل مطلق فإذا كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا يعترف بهما ولا بسيرتهما ويتبرأ منهما ومن سيرتهما فكيف يكون محمد باقر الصدر من شيعة أمير المؤمنين وهو يعارض منهج أمير المؤمنين ويؤسس مذهبا في الاقتصاد الإسلامي وفقا لسيرة أبي بكر وعمار ووفقا لفقه أبي حنيفة والشافعي وسائر المذاهب العباسية الضالة الأخرى عودوا إلى كتاب اقتصادنا وقد تحددت عن هذا الموضوع هذا الكتاب يمثل المذهب الطوسي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة تقولون من أن محمد باقر الصدر كان مثقفا كان مفكرا كان ذكيا في الدين الطوسي وأنا لا شأن لي بالدين الطوسي إنني أتحدث عن دين العترة الطاهرة ماذا يفقه محمد باقر الصدر من دين العترة الطاهرة أقول لكم ولا شيء ولا شيء والحادثة التي نقلها كمال حيدري تصب في هذا المجرى أقرأ عليكم من الجزء الرابع من هذه الموسوعة هذه موسوعة معروفة موثقة بالوثائق والمصادر والشهادات والأدلة محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق أحمد عبد الله أبو زيد العاملي وهذه طبعة دار العارف للمطبوعات بيروت لبنان الجزء الرابع في صفحة الرابعة والثمانين وتحت هذا العنوان فكرة محاضرات التفسير الموضوعي في إحدى دروسه الفقهية تعرض السيد الصدر إلى مسألة عدم اهتمام الحوزة العلمية بالقرآن الكريم وهو أوله هو لا يفقه من القرآن شيئا ما أثبته في كتبه أخذه من سيد قطب لعنة الله عليه وبالمناسبة معروف بين القريبين من محمد باقر الصدر حين بلغه أن سيد قطب قد أعدم أغمي عليه أغمي على محمد باقر الصدر حزنا على سيد قطب هذا الأمر يعرفه القريبون من محمد باقر الصدر وقد تحدثت عن هذا الموضوع في إحدى دروسه الفقهية أتمنى عليكم أن تعودوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية فيه من المعلومات والحقائق والوثائق التي لن تجدوها في كتاب مطلقا في كتاب مطلقا هذا البرنامج موسوعة بخصوص جماعة الإخوان المسلمين هذه الجماعة الإرهابية المجرمة الناصبية القذرة وهناك ستجدون فضائح محمد باقر الصدر بالوثائق في إحدى دروسه الفقهية تعرض السيد الصدر إلى مسألة عدم اهتمام الحوزة العلمية بالقرآن الكريم ثم أضاف عندما بلغت الثامنة عشر من عمري علقت مع الشيخ عباس الرميثي تعليقة كاملة حول معظم أبواب الفقه وكان الفقه في يدي ينصاع كما تنصاع العجينة في يدي الخباس ولا زالت تلك المباني بأغلبها هي بنفسها المباني التي لدي الآن والتي بنيت على هراء النائين والذين سبقوا والذين جاءوا من بعده والهراء هو الهراء ورغم ذلك فقد سألني بعض الطلاب أنه كيف يبعث الله نبيا مع رسول عندما تكون رسالة الرسول رسالة عالمية كرسالة موسى عليه السلام الذي بعث معه هارون وهو بمثابة جندي عند موسى عليه السلام فما معنى نبوة هارون وهما في منطقة واحدة وفي زمان واحد فقلت له ومن قال إن هارون كان نبيا فلعله لم يكن نبيا في عرض نبوة موسى عليه السلام فأجابني أحد الحاضرين بآية صريحة تنفي هذا الاحتمال ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا فإن محمد باقر الصدر ما كان يعلم أن هارون كان نبيا هل هذا على دين العترة هل كان يفقه حديث المنزلة أتحدث عن أمير المؤمنين عن إمامه من أن منزلة علي عند رسول الله كمنزلة هارون عند موسى كيف يفقه هذه المنزلة من دون أن يكون ملما بآيات القرآن التي تحدثت عن هذا الموضوع أقول لكم هؤلاء ما هم على دين العترة وحق الزهراء ما هم على دين العترة هؤلاء على دين الطوس ويستمر محمد باقر الصدر وقد بعث لي أحد الفرنسيين برسالة عبر أحد الأشخاص يذكر لي أن لديه بحثاً يظهر فيه أن في التوراة تناقضاً داخلياً وكذلك في الإنجيل إضافة إلى التناقض الحاصل بينهما وبين الحقائق العلمية في عالم الخارج ولكنه لم يجد تناقضاً من هذين القبيلين في القرآن الكريم وطلب مني أن أدله على المصادر التي تدعم ما توصل إليه وقد قلت في نفسي إن هذا الرجل المسيحي الذي يبحث في هذه القضايا هو أكفأ منا نحن هو أكفأ منا نحن أهل الفقه والحوزة فإلى من أرجعه من أهل الحوزة بحيث يستطيع أن يجيبه لأن محمد باقر الصدر كان عاجزاً أن يجيبه هو يبحث عن شخص في الحوزة كي يجيب هذا الرجل فماذا يفقه محمد باقر الصدر من القرآن بهذا الحال يقوم بتدريس القرآن فماذا سينتج لنا سينتج لنا هراء سأقرأ لكم هراءه فماذا سينتج لنا هذا هو حاله وطلب مني أن أدله على المصادر التي تدعم ما توصل إلي وقد قلت في نفسي إن هذا الرجل المسيحي الذي يبحث في هذه القضايا هو أكفأ منا نحن أهل الفقه والحوزة فإلى من أرجعه من أهل الحوزة بحيث يستطيع أن يجيبه نحن نعرف الأحكام الشرعية والله لا تعرفونها لأن الذي لا يعرف القرآن كيف يعرف الأحكام الشرعية إنكم تعرفون الأحكام الشرعية الطوسية أنتم لا تعرفون الأحكام الشرعية المحمدية العلوية الفاطمية الحسنية الحسينية المهدوية أنتم تعرفون الأحكام الشرعية الطوسية الخرائية نحن نعرف الأحكام الشرعية ولكننا لم نكتشف كنوز كتاب الله الذي بين أيدينا فماذا كنتم تفعلون وأي فقه هذا الذي لا يعرف ولا تعرف حقائقه من القرآن من القرآن المفسر بتفسيرهم هذا يعني أنكم ما تمسكتم بكتاب الله وعترته وهذا هو الموجود على أرض الواقع هذا جهلكم بالقرآن وفي الوقت نفسه فإنكم لا تفقهون حديث العترة إنكم على دين أخر هذا هو الواقع العملي والعلمي والحقيقي على الأرض نحن نعرف الأحكام الشرعية ولكننا لم نكتشف كنوز كتاب الله الذي بين أيدينا ولذا فأنت تلجأ إلى منهج حسن البنة أخاطب محمد باقر الصدر وتلجأ إلى سيد قطب تترك منهج العترة لأنك أساسا لا تعرف شيئا منه ولكننا لم نكتشف كنوز كتاب الله الذي بين أيدينا ومن هنا فأنا أدعوكم إلى إقامة دروس في القرآن الكريم يدعو طلبته فهل طلبته قادرون على إقامة هذه الدروس أم هو قادرون هو جاهلون بالقرآن وجاهلون بتفسير العترة للقرآن وأدل دليل على ذلك ما كتبه في دروسه القرآنية هنا انبرى الشيخ حسن طرات وهو من تلامذته لبناني هنا انبرى الشيخ حسن طرات وقال له ليس لها إلا أنت هؤلاء طلبة ثولان هو يقول لكم من أنه لا يستطيع أن يجيب هذا الرجل الفرنسي المسيحي وهو حائر لا يدري إلى أين يوجهه في الحوزة كي يجيبه على أسئلته ولا يوجد أحد في حوزة الضلال يستطيع أن يجيب على أسئلة ذلك الفرنسي هنا انبرى الشيخ حسن طرات وقال له ليس لها إلا أنت وعليك أنت أن تتصدى لذلك لكي يمشي الأمر في الحوزة فقال رحمه الله محمد باقر الصدر أنا في تفسير القرآن إن لم أكن أقل منكم فمثلكم فأجابه أحد الطلبة كيف يا سيدي وأنت بحر بعيد الغور في قدرتك على التفسير من أين عرف هذا الغبي الأثول من جحوش الحوزة من أن محمد باقر الصدر بهذه الخدرة كيف يا سيدي وأنت بحر بعيد الغور في قدرتك على التفسير مثل ما قلت لكم ما بين الحمير والجحوش ضاع دين العترة الطاهرة أتحدث عن الحمير البشر وعن الجحوش البشر كيف يا سيدي وأنت بحر بعيد الغور في قدرتك على التفسير سبق وأن سألت سماحتكم عن تفسير آية فأجدتم في تفسيرها وأنت من أين لك العلم بأنه قد فسرها تفسيرا مثل ما تريد العترة الطاهرة فالرجل جاهل بتفسير العترة الطاهرة سبق وأن سألت سماحتكم عن تفسير آية فأجدتم في تفسيرها وتعمقتم في جوهرها فأجابه السيد إنك تريد أن تشجعني لو بعث شيخنا الطوسي أو حاضر السيد الطباطبائي يشير إلى محمد حسين الطباطبائي هنا في النجف لأنه كان يعيش في قم لكنت أحد التلاميذ هذا يعتقد أن تفسير الطوسي تفسير صحيح تفسير مخالف لمنهج أهل البيت بالكامل إنه يتحدث عن تفسير التبيان الذي أنا أصطلح عليه تفسير الخريان للطوسي تفسير التبيان في الحقيقة هو تفسير الخريان لأنه يتناقض مع منهج العترة الطاهرة بدرجة مئة بالمئة وكذا الحال مع تفسير الطباطبائي أتحدث عن تفسير الميزان هذا الذي يتحدث عنه تلامذته تلامذة الطباطبائي من أننا نحتاج إلى مئة سنة إلى مئتي سنة حتى نستطيع أن ندرك عظمة الميزان وهو تفسير ناصبي نقله الطباطبائي عن تفاسير النواصب لقد نقل عن تفاسير النواصب الكثير والكثير والكثير في الوقت الذي ترك أحاديث العترة الطاهرة وهذا هو منهجه في التفسير هذه حقائق والله هذه حقائق وقد أثبتها بالأدلة والشواهد والوثائق في مئات من الساعات عودوا إلى البرامج السابقة ستكتشفون هذه الحقائق بأنفسكم هذه حقائق أنا لا أتحدث عن خطأ هنا واشتباه هناك أنا أتحدث عن منهج أنا أتحدث عن منهج لا يضحكون عليكم يقولون لكم من أن الغزي يبحث عن سقطة هنا أو هناك أنا لا أفعل هذا أنا أتحدث عن منهج لكنني كيف أثبت لكم كلامي لا بد أن أضرب أمثلة مما جاء في كتبهم ولا أستطيع أن أقرأ كل شيء فإنني أذكر مثالا من هنا ومثالا من هناك وهذه ما هي بسقطات هذه نتائج المنهج وكل الذي في كتبهم هو كهذه الأمثلة التي أضربها لكم هذه ما هي بسقطات هذه نماذج مما هو موجود في الكتاب من أوله إلى آخره نذهب إلى فاصل المدرسة القرآنية لمحمد باقر الصدر هذه طبعة مكتبة سلمان المحمدي بغداد العراق الطبعة الأولى 2013 ميلادي مكتبة سلمان المحمدي نشرت الكتاب وإلا فإن طباعته في لبنان في صفحة الثلاثين محمد باقر الصدر ينقل كلام أمير المؤمنين الذي قرأته عليكم في حلقة يوم أمس قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن القرآن الشريف ذلك القرآن فاستنطقوه ولي ينطق ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم الكلام واضح الأمير صلوات الله وسلامه عليه قال ذلك القرآن فاستنطقوه ولي ينطق وهذه لن للنفي التأبيدي كيف فهم محمد باقر الصدر هذا الحديث فهم الحديث بأننا نستطيع أن نستنطق القرآن ومن أن القرآن سينطق لنا والله هذا هو الذي أثبته في كتابه التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن أمير المؤمنين ما هو ابن القرآن القرآن تجل من تجليات أمير المؤمنين لكنني لا أريد أن أناقش هذا الرجل البترية المرجعية المقصر التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام أرواع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي فهو يستنطق القرآن كي يفسر القرآن تفسيرا موضوعيا أمير المؤمنين هكذا قال فاستنطقه ولن ينطق أرواع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي بوصفها حوارا مع القرآن الكريم فهو يحاور القرآن الكريم لأنه يستنطقه والقرآن يحاوره ويعطيه النتائج بوصفها حوارا مع القرآن الكريم وطرحا للمشاكل الموضوعية عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها ورسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ علينا ميثاقا في بيعة الغدير ألا تأخذ التفسير إلا من عليه وهذا يتبنى منهج سيد قط هذا الكلام بالضبط هو كلام سيد قط في تفسيره في ظلال القرآن اقرأوا مقدمة الجزء الأول من تفسير في ظلال القرآن أنا لا أقول من أن محمد باقر الصدر يعجز عن فهم هذه الجملة فاستنطقوه ولين ينطق ولكن الرجل لا بصيرة عنده لأن فكر سيد قط هو الذي هيمن عليه فهو يقرأ الكلام ولا يفهمه وإنما يفهمه وفقا لما يريد سيد قط سيد قط هو الذي يتبنى هذا المنهج أن يحاور القرآن وأن يستنطق القرآن ومن أن القرآن يعطيه الجواب كاملا هذا ليس موجودا لا في منطق القرآن نفسه حينما يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ولا في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعد أبدا ولا في بيعة الغدير التي أخذت فيها المواثيق علينا من أننا نأخذ التفسير فقط وفقط وفقط من علي وآل علي لكن الرجل مشبع بالفكر القطبي النجس ولذا يقول أيضا في الصفحة الحادية والثلاثين في منهج التفسير الموضوعي لأننا نستنطق القرآن وإن في القرآن علم ما كان وعلم ما يأتي وهل أن محمد باقر الصدر كان قادرا على أن يستخرج علم ما كان وعلم ما يأتي إنه يضحك على نفسه يستحمر نفسه ويستحمر الشيعة معه في منهج التفسير الموضوعي لأننا نستنطق القرآن وإن في القرآن علم ما كان وعلم ما يأتي لأن في القرآن دواء دائنا صحيح هذا ولكن الذي يخرجه لنا علي وآل علي إنهم تراجمة الوحي وليس أنت لأن في القرآن دواء دائنا لأن في القرآن نظم ما بيننا لأن في القرآن ما يمكن أن نستشف منه مواقف السماء اتجاه تجربة الأرض ثم ماذا يقول هو أن التفسير الموضوعي كما شرحنا بالأمس هذه دروسه كما شرحنا بالأمس في دروسه هي هذه الدروس التي درسها لتلاميذه قلت لكم ضاع الدين وضاع القرآن ما بين الحمير الطوسيين والجحوش الطوسيين هو أن التفسير الموضوعي كما شرحنا بالأمس يبدأ بالواقع بالواقع الخارجي بحصيلة التجربة البشرية يتزود من هو المفسر يتزود بكل ما وصلت إلى يده من حصيلة هذه التجربة ومن أفكارها ومن مضامينها ثم يعود إلى القرآن الكريم ليحكم القرآن الكريم ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لكن الإمام قد قال ولي ينطق لماذا بلعت هذه وعلستها لماذا وقفت عند كلمة الإمام فاستنطقوه ولم تكمل الجملة الإمام قال فاستنطقوه ولي ينطق ولكن أخبركم عنه لماذا علست ولي ينطق لماذا علست ولكن أخبركم عنه هل هذا تمسك بالكتاب والعترة هذا هو منهج محمد باقر الصدر وهو هو منهج القوعي وهو هو منهج الطباطباء وهو هو منهج محمد حسين فضل الله وهو هو منهج محمد الشيرازي وهو هو منهج الطبرسي وهو هو منهج الطوسي في كل هذه التفاسير والكلام ليس محصورا بهذه التفاسير هذه أمثلة لقد تتبعت كل تفاسير علماء الشيعة وبإمكاني أن أتحدث عن كل تفاسيرهم تفسيرا تفسيرا كي أخبركم كيف أنهم نقضوا بيعة الغدير وخالفوا وصية رسول الله وجاءون بخراء وليس بتفسير ولكن جحوش الشيعة يعظمون هذه الكتب ويأخذون دينهم منها وهذا هو منهج أمير المؤمنين والشيعة يسمعونه الآن يسمعون كلامي وإذا شكوا في كلامي بإمكانهم أن يعودوا إلى هذا الكتاب وأن يقرأوا كلام أمير المؤمنين وأن يطابقوا بين كلام أمير المؤمنين وكلام محمد باقر الصدر ومع ذلك فإنهم سيعرفون الحقيقة لكنهم سيمجدون محمد باقر الصدر وسيمجدون كتبه ودروسه هذا هو واقع الشيعة في الماضي وفي الحاضر وفي الأيام القادمة إني أبرأ إليك يا بقية الله من حمير الشيعة ومن جحوشها أتحدث عن الحمير البشر من مراجع النجف وكربلاء وأتحدث عن الجحوش البشر من أتباعهم فماذا يقول؟ ثم يعود إلى القرآن الكريم ليحكم القرآن الكريم ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ويكون دوره دور المستنطق دور الحوار هذا هو دور القرآن يكون دور المفسر دورا إيجابيا أيضا دور المحاور دور من يطرح المشاكل من يطرح الأسئلة من يطرح الاستفهامات على ضوء تلك الحصيلة البشرية على ضوء تلك التجربة الثقافية التي استطاع الحصول عليها ثم يتلقى من خلال عملية الاستنطاق من خلال عملية الحوار مع أشرف كتاب يتلقى الأجوبة من ثنايا الآيات المتفرقة فهذا استنطاق للقرآن القرآن سينطق بحسب منهج محمد باقر الصدر أمير المؤمنين ماذا قال قال لن ينطق ومرت علينا الأحاديث من أن القرآن لم ينطق لا في الماضي ولين ينطق في المستقبل ولن للنفي التأبيدي الناطق عن القرآن محمد وآل محمد أين تضعون هذا؟ أتحدث عن محمد باقر الصدر وعن تلامذته وعن أولئك الذين كتبوا رسائل الدكتوراء في منهجية محمد باقر الصدر في تفسير القرآن إنها منهجية تتعارض مع منهجية علي بدرجة مئة بالمئة إذا أردت أن أقرأ باقي الهراء فإنني سأحتاج إلى وقت طويل أين تضعونه؟ في قائمة رجل الدين الإنسان أم في قائمة رجل الدين الحمار الحقائق بين أيديكم والمصادر عندكم نذهب إلى فاصل محمد الشيرازي سأعرض لكم كلامه إنه يتحدث عن كتاب من كتب سيد قط مشاهد القيامة في القرآن يوصي بأن يحفظ هذا الكتاب بكامله ويوصي الخطباء بأن يذكروا ما جاء في هذا الكتاب على منابرهم وهو ليس متأكداً من مؤلف الكتاب لا يدري هل هو سيد قط أو محمد قط كما يقول هو وهكذا يقول وما علينا بمؤلف الكتاب لأن علي عليه الصلاة والسلام يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال هذا ليس في العقيدة وفي الدين وفي تفسير القرآن لأننا في بيعة الغدير بايعنا على أن الدين لا يؤخذ إلا من علي وآل علي وإنما انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال في أمور الدنيا في الحكمة العامة في تجارب الحياة فيما يرتبط بشؤون الناس في الماضي أو في الحاضري فيما يسمى بالتحليل السياسي بالتحليل الاقتصادي بالتحليل الاجتماعي بالتحليل الثقافي بالتحليل النفسي ننظر إلي فإن كان سليما ننتفع منه فإن الحكمة ضالته المؤمن وهو أحق بها أينما وجدها أخذها هذا منطق رسول الله وآل رسول الله لكن دينة لا نأخذه إلا من علي ومن 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 علي فقط وفقط 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 ما هذا الهراء يدل على أنك لا تفقه شيئا من دين العترة الطاهرة موازين دين العترة الطاهرة هي هذه التي أبينها لكم إنها موازين ومواثيق بيعة الغدير يقول شو يخصني أنا من اللي قال أنا اللي يخصني أن هذا الكلام كلام جميل أين تصنفون هذا في قائمة رجل الدين الإنسان أم في قائمة رجل الدين الحمار قطعا تلامذته أتباعه أهل منهجه سيكونون ضمن هذه القائمة الرجل لا يعلم الرجل لا يعلم هؤلاء جهال الرجل لا يعلم بأن هذا الكتاب مشاهد القيامة في القرآن كتبه سيد قطب أيام كان ماسونيا وهذه الحكاية ما هي بسرية ماسونية سيد قطب معروفة معروفة سلوا المطلعين على التأريخ المصري إذا أردتم أن تطلعوا على الحقائق والوثائق عودوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية هذا هو الكتاب الذي يتحدث عنه محمد الشيرازي مشاهد القيامة في القرآن لسيد قطب هذه طبعة دار الشروق القاهرة مصر ماذا يقول في المقدمة في الإهداء إنه يقدم الكتاب هدية إلى روح أبي إهداء إلى روحك يا أبي أتوجه بهذا العمل إلى أن يقول فإلى روحك يا أبي أتوجه بهذا العمل يكرر الكلام مرة أخرى ولعله عندك مقبول وعند الله مستجاب ابنك سيد هو هكذا يوقع في مقالاته فتذكروا لأنني سأقرأ عليكم مقالا وسأعرض على شاشة كتبه في المجلة الماسونية الأولى في مصر في الأربعينات التاج المصري المقال الرئيس كتبه هو وحين ختم المقال كتب اسمه سيد هذه طريقته الإهداء إلى روحك يا أبي أتوجه بهذا العمل فإلى روحك يا أبي أتوجه بهذا العمل ولعله عندك مقبول وعند الله مستجاب ابنك سيد متى ألف هذا الكتاب ذكر التأريخ في آخر الكتاب 31 ديسمبر سنة 1947 47 في هذه الفترة كان سيد قطب ماسونية وكان يفتخر بهذا سيد قطب صار توجهه إسلاميا متى؟ صار توجهه إسلاميا بعد ثورة يوليو ثورة يوليو حدثت سنة 1952 إنها ثورة الضباط الأحرار والتي خرج منها بعد ذلك جمال عبد الناصر رئيسا لمصر لما صارت الثورة كان سيد قطب على علاقة وثيقة بحركة الضباط الأحرار ولكن بعد مدة اختلف معهم بعد أن اختلف معهم بمدة توجه إلى الأخوان المسلمين وفي ذلك الوقت كان حسن الهضيبي هو المرشد العام نحن نتحدث في أواسط الخمسينات فحسن البنة قتل في فبراير سنة 1949 وفي ذلك الوقت كان سيد قطب في الولايات المتحدة الأمريكية ذهب في بعثة دراسية من قبل الحكومة ولا علاقة له بالإسلاميين ولا بالدين ولا بالتدين في فترة الأربعينات كان سيد قطب كان ماسونيا سأقرع لكم مقالا كتبه بتأريخ 1943 في مجلة الماسونيين وكانت تصدر بشكل رسمي في القاهرة التاج المصري فمتى أكمل تأليف هذا الكتاب 31 ديسمبر سنة 1947 مراجع هذا الكتاب ما هي مصادر التفسير عنده لتفسير الآيات التي فسرها في هذا الكتاب التي ترتبط بيوم القيامة هكذا يقول كان مرجعي الأول في هذا الكتاب هو المصحف الشريف إنه منهاج عمر حسبنا كتاب الله كان مرجعي الأول في هذا الكتاب هو المصحف الشريف وقد اعتمدت على فهمي الخاص لأسلوب القرآن الكريم وطريقته في التعبير وإن كنت قرأت كثيرا من التفاسير لأعرف ماذا يقال ولكنني لا أستطيع أن أثبتها هنا كي تكون من مصادر هذا الكتاب لأنها لم تكن مراجع لي في الحقيقة وإنما اعتمد في تفسير الآيات على فهمه الخاص كما يقول وقد اعتمدت على فهم الخاص لأسلوب القرآن الكريم محمد الشيرازي يريد من الشيعة أن يحفظ هذا الكتاب ويريد من الخطباء أن يتحدث بمضامينه في كل يوم على المنبار أنتم ستسمعون كلامه بأنفسكم أين بيعة الغدير أين وصية رسول الله بالتمسك بالكتاب والعترة أين الأحاديث التفسيرية أين دين العترة الطاهرة كلهم 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 على نفس المنهج الطوسي على هذا المنهج الخرائي كلهم على نفس المنهج رجاء اعرضوا لنا صورة مقال سيد قط في مجلة الماسونيين إنها مجلة التاج المصري أبقوا الصورة على الشاشة في وسط الصورة التي أمامكم في أعلى الصفحة هذا هو عنوان المجلة اقرأوه بدقة التاج المصري ماذا كتب تحت العنوان لسان حالي المحفل الأكبر الوطني المصري هي هذه مجلة الماسونيين وكانت تصدر بشكل رسمي التاج المصري لسان حالي المحفل الأكبر الوطني المصري وإذا ما ذهبتم إلى الجهة اليمنى ستجدون أن العدد هو سبعمية أو سبعة واثمانين وأن رئيس التحرير فتح الله أحمد المتولي المحامي ومكتوب أيضا يشترك في تحريرها نخبة من كبار الماسون هذا يعني أن سيد قط من كبارهم خصوصا وهو يكتب المقال الرئيسي في المجلة هذا هو المقال الرئيسي لأنه موجود في الصفحة التي فيها عنوان المجلة لا ترفع الصورة عن الشاشة كي يتأكد المشاهدون بأنفسهم من هذه المعلومات القاهرة في يوم الجمعة 23 أبريل 1943 18 ربيع الثاني سنة 1362 هذه التفاصيل موجودة في أعلى الصفحة يمكنكم أن تجدوها قد تكون الصورة ليست واضحة لأنها أخذت عن صورة أخرى لكن المشاهد إذا أراد أن يدقق في هذه المعلومات فإنه سيجدها واضحة جدا أمام عيني المقال ما هو عنوانه لماذا صرت ماسونيا وتلاحظون في آخر المقالة وقع اسمه سيد مثل ما قرأت عليكم من كتابه مشاهد القيامة في القرآن متى أكمل الكتاب سنة 1947 متى كتب هذا المقال سنة 1943 إنها السنوات الماسونية في حياة سيد قط محمد الشيرازي يريد منا أن نأخذ تفسيرا قطبيا مهسونيا نحفظه سأقرأ عليكم مما جاء في مقال سيد قط ألا لعنة الله عليه ألا لعنة الله عليه ألا لعنة الله عليه وعلى كل من أدخل فكره إلى الساحة أشيعية إذا كان عالما أنا لا ألعن الذين أدخلوا فكره وهم جهال الجاهل له عذره الجاهل له عذره لكن الذين يقولون إننا مراجع وإننا علماء هؤلاء الحمير الذين ألعنوهم هكذا يقول سيد قط في مقالته الماسونية كان ذلك منذ أيام حين تجاذبتني هذه العوامل وغمرتني لجة تلك الأحاسيس فكان أول سؤال قفز أمام عيني وتجسم حتى طغى على من دونه ذلك السؤال لماذا صرت ماسونيا حاولت من هذا السؤال خلاصا بل من هذا الأمر فكاكا إذ لست ابن بجدتها ولست فارسة ذلك الميدان ولكن ذهبت محاولات أدراج الرياح فتوقفت لحظة بل لحظات حتى نسيت نفسي ونسيت أن هناك إجابة معلقة علي أن أؤديها ثم لم ألبث حتى عجبت من أمر نفسي وسألتها لما هذه الحيرة وهذا التردد فأجابتني السؤال سهل وميسور والجواب من القلب للقلب فعرفت فعرفت عندئذ أني صرت ماسونيا لأنني أحسست أن الماسونية بلسما لجراح الإنسانية طرقت أبواب الماسونية لأغذي الروح الضمأ بالمزيد من الفلسفة والحكمة ولأقتبس من النور شعلة بل شعلات تضيء لي طريق الحياة المظلم ولأستمد قوة أحطم بها ما في الطريق من عراقيل وأشواك ثم لكي أكون مجاهدا مع المجاهدين وعاملا مع العاملين لقد صرت ماسونيا لأنني كنت ماسونيا ولكن في حاجة إلى صقل وتهذيب فاخترت هذا الطريق السوي لأترك ليد البناية الحرة البناية الحرة هي منظمة الماسون لأترك ليد البناية الحرة مهمة التهذيب والصقل فنعمة اليد ونعم البنائين الأحرار إنه يخطئ نحويا هنا كان يفترض فيه أن يقول ونعم البناء الأحرار على أي حال ليس مهما هذا فنعمة اليد ونعم البنائين الأحرار عرفت أن الماسونية ليست ليست مبدئا أو مذهبا ويخطئ هنا أيضا لا أريد أن أتحدث عن الأخطاء النحوية واللغوية عرفت أن الماسونية ليست مبدئا أو مذهبا يعتنق وإنما هي الرجولة والإنسانية التي تدفع بالإنسان لا بد أن تعرف من أن سيد قط لا كما يصفه الإسلاميون الإسلاميون جهال أتحدث عن إسلامي السنة وعن إسلامي الشيعة جهال لا يملكون ثقافة ولا علما حمير هؤلاء هل الواقع أثبت هذا والحقائق هي التي تحدثنا عما أصفهم سيد قط كان أديبا ولكنه لن يتجاوز الدرجة الثالثة ليس أديبا من الطراز الأول ليس أديبا من الطراز الممتاس ولا من الطراز الأول ربما 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 يكون من الطراز الثاني وإن كان هذا المقال مستوى كاتبه لن يتجاوز الدرجة الثالثة في الأدب عرفت أن الماسونية ليست مبدأ أو مذهبا يعتنق وإنما هي الرجولة والإنسانية التي تدفع بالإنسان إلى عمل الخير دون وازع إلا وازع من وجدانه وضميره هي روح عالية هذه الماسونية نبيلة تسم بالإنسان عن الصغائر وتنزهه عن الترهات والسفاسف هي المثل الأعلى لكل من ينشد كمالا أو يبغي رفعة ومجدا هي الفضيلة التي تنطوي على أسمى المعاني وأشرف المقاصد وأنبلها هي مبدأ الكمال ومنتهى هذه الماسونية في عقيدة سيد قطب حينما ألف هذا الكتاب إنني ما قرأت كل المقال قرأت جانبا من المقال طويل الوقت يجري سريعا إذا أردتم أن تطلعوا على التفاصيل الأكثر وعلى الوثائق الأدق فعودوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية إنه موسوعة علمية بالوثائق والحقائق والدقائق إذن هذا سيد قطب وهذا كتابه ومصادر كتابه وقد ألفه حينما كان مهسونيا لنستمع إلى العملاق محمد الشيرازي إلى السلطان المؤلفين إلى الإمام الشيرازي لنستمع إليه وإلى هرائه أرقائيا يستقيمون شوفوا القرآن العظيم شكفر فيه التخويف أكو كتابان كلهما جميلان من أجمل الكتب في الحقيقة وأنني أوصل أصدقاء بمطالعة الكتابين مرة ومرة ومرة وحفظ الكتابين حتى حسب الممكن الكتاب الأول اسمه مشاهد القيامة في القرآن هذا الكتاب يذكر الآيات القرآنية المتعلقة بالقيامة وبأحوال المتقين وبأحوال العصاد وما علينا بمعلّف الكتاب لأن علي عليه الصلاة والسلام يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال ما يخصني عنه منه اللي يقول يعني يخصني أن هذا الكلام كلام جميل صحيح مشاهد القيامة في القرآن الكتاب الثاني مواعظ البحار البحار الأنوار فرد مجلد له اسمه المواعظ في المجلد القديم جلد يسل علّه في المجلد الحديث أربع حمس أجزاء هذا الكتاب يذكر مواعظ الله لأنبيائه مواعظ الله لموسى لعيسى لإبراهيم لنبي الإسلام مواعظ نبي الإسلام مواعظ علي مواعظ الحسن مواعظ فاطمة يذكر مواعظ الله وأوليائه للناس أو للأنبير تسمى بمواعظ البحار إذ وقع الإنسان يجب أن يستوعب من هذين الكتابين قسما كبيرا حتى حوف الله لأن هذه الأمور تخوف الناس وتزهدهم في الدنيا وترغبهم في الآخرة وتخوفهم من النار وتخوفهم من القبر أحيانا لاحظوا وأنا لاحظوا هذا الشيء أنا أتكلم في المسجد حول موضوع ثم عاتي بقصة الموت وإذا كلهم يسكتون ويسنتون لأن كل إنسان يخاف الموت وكل إنسان يخاف القبر وكل إنسان يخاف الوحدة والوحشة وكل إنسان يخاف النار وكل إنسان يخاف الفضيحة وكل إنسان يخاف سوء العاقبة فاذا ذكرت هذه الامور للناس وذكرتم هذه الامور للناس وذكرتم هذه الامور للناس من الطبيعي ان قلبهم يلين واذا لا لقلبهم القلب اللي مبعث كل خير قلت له يزكي يزكي صلي يصلي كل انسانا طيبا يكون انسانا طيبا تحجب يؤيتها الفتاة تتحجب وهي الى اخر المواضيع واني في كربلاء كنت انصح بعض اصدقائي الخطباء بان يجعلوا من عشرة ايام يوما لهذا الشيء وفي الحقيقة احيانا كنت احضر بعض المجالس التي الخطيب كان يحذر وينذر واذا اشوف الناس في حالة رعبة وخوف ماذا اذا كنت قادرا فيجب عليه كل يوم تدخل هذا الشيء في منبرك كل مرة ده لهم مناسبة صغيرة لكن هذا قلت يحتاج الى استيعاد يعني تحفظ مواعظ من البحار وتحفظ مشاهد القيامة في القرآن من هذا الكتاب كتاب جميل جدا واقع مشاهد القيامة في القرآن طلعته وانا في الاراق معلفه اظن السيد قطب اظن عو محمد قطب احدهما فمشاهد القيامة في القرآن يقول لاحظوا القرآن من اوله الى اخره تخويفات مركزة اكفيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يؤمن بالغيب يعني شنو المتقين يعني شنو اصلا متقين يعني يتقي فمن يتقي درجه سوء العذاب اية اخرى اية اخرى اية اخرى اية اخرى في كل سورة بكل مناسبة في مختلف المناسبات والاستجاهات ويحذركم الله نفسه انما يقشى الله من عباده العلماء في الحقيقة الخشي والخوف نبعث كل خير بس يجب عليك ان تكون خطيبا مفوها ناجحا تتمكن من تخويف الناس امحمد الشيرازي يوصي بان يقرأ هذا الكتاب مرة ومرة ومرة وان يحفظ الكتاب حسب الممكن ان نحفظ هذا الكتاب وان نجعله اساسا لبرنامج حياتنا المشكلة ان الرجل يقول هذا الكلام بعد فترة زمنية طويلة من حياته هذا الكلام لا ادري هل قاله حينما كان في الكويت او حينما كان في قوم بالنتيجة بعد ان امتد به الزمان وطال به العمر لكنه بقي على الهراء نفسه لانه قد قرأ الكتاب كما يقول قرأه في كربلاء وكان ينصح الخطباء ان يدخلوا مضامين هالكتاب في منابرهم يوميا يقول اذا كنت قادرا فيجب عليك كل يوم تدخل هذا الشيء في منبرك كل مرة ولو بمناسبة صغيرة لكن هذا قلت يحتاج الى استيعاب يعني تحفظ موائض من البحار وتحفظ مشاهد القيامة في القرآن اي منطق هذا انا اسألكم اسأل ابنائي وبناتي من شبابي شيعة الحجة ابن الحسن لا جاءن لي بكبار السن انني غسلت يدي منهم اسألكم انتم صنفوا هذا المرجع صنفوه هل هو في قائمة رجل الدين الانسان ام هو في قائمة رجل الدين الحمار فاذا ما صنفتموه في قائمة رجل الدين الانسان فهذا يعني ان اتباعه في هذه القائمة لانهم يتبعون هذا المنهج واذا ما صنفتموه في قائمة رجل الدين الحمار فهذا يعني ان اتباعه في هذه القائمة لانهم على هذا المنهج فاعرفوا الناس من حولكم كي تطبقوا مواثيق بيعة الغدير اللهم والي من والاه هؤلاء لا يوالون علي هؤلاء يوالون جهات أخرى في بيعة الغدير الذي يوالي علي هو الذي يأخذ التفسير منه هذه موازين بيعة الغدير إنها مجموعة واحدة إنها مجموعة واحدة مواثيق بيعة الغدير لا أن نعمل ببعضها ونترك بعضها اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله مصداق موالاته مصداق نصرته أن نعمل بمثاق أن التفسير لا يؤخذ إلا من علي وأن الفهم لا يؤخذ إلا من علي هذا علي يفهمكم بعدي هذه هي بيعة الغدير مع سائر شؤونها الأخرى أنا لا أتحدث عن بيعة الغدير هنا كي أتحدث عن كل شؤونها وإنما أتحدث عن المواثيق التي ترتبط بالموضوع الذي أنا أتحدث عنه فأين تضعون هؤلاء؟ النائيني الخوئي سائر المراجع من تلامذة النائيني سائر المراجع من تلامذة الخوئي محمد باقر الصدر سائر تلامذته محمد الشيرازي سائر تلامذته فكل مجموعة على منهج رمز من هذه الرموز صنفوا صنفوا هذه الحقائق بين أيديكم وقد سرحت لكم الميزان في الحلقتين الماضيتين ميزاننا القرآن الذي يترجمه لنا علي وآل علي هذا هو الميزان فاعرضوا هؤلاء على هذا الميزان هل يعملون بهذا الميزان؟ إذا كانوا يعملون بهذا الميزان فهم في قائمة رجل الدين الإنسان لأن سورة الجمعة واضحة 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 جدا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الآية الثانية بعد البسملة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ومن دون ذلك فإنهم سيكونون في ضلال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فالقرآن يأخذ تلاوة من محمد وآل محمد وفهما يأخذ من محمد وآل محمد وسائر المعارف تأخذ من محمد وآل محمد فقط هذا هو منهج رجل الدين الإنسان أما منهج رجل الدين الحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار مع ملاحظة أن القرآن يثبت أن رجل الدين الحمار هنا معلوماته صحيحة أما المراجع هؤلاء معلوماتهم ليست صحيحة فالنائين جاءنا بآية ما هي من القرآن والخوء كذلك والخوء حدثنا عن سلسلة عبر ثلاثة قرون من المراجع يحرفون الآيات محمد باقر الصدر يأتي بكلام أمير المؤمنين ويحرفه أمحمد الشيرازي يريد منا أن نأخذ الدين من سيد قطب المهسوني هؤلاء حالهم أسوأ من حال الذين تحدثت عنهم سورة الجمعة تحت عنوان رجل الدين الحمار هذه الحقائق بين أيديكم وهذه الكتب وهذه المصادر إن لم تصدقوا بما نقلته لكم فابحثوا بأنفسكم أنا لا أطلب منكم أن تصدقوني ولا أطلب منكم أن تتبعوني ارحموا أنفسكم وأنصفوا أنفسكم اتركوا الكبارة لا شأن لكم بهم إنني أخاطب أبنائي وبناتي من شبابي شيعة الحجة بن الحسن لا تعبأوا بالكبار هؤلاء حمير 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 وجحوش لا تعبأوا بهم ابحثوا عن دينكم بأنفسكم وهذه الحقائق بين أيديكم ومثل ما أوصيتكم قبل قليل ضعوا قائمة وضعوها في حياتكم دائما إذا ما سمعتم أحدا من هؤلاء المعممين يتكلم فأنصتوا له ثم صنفوه لن تجدوا معمما تستطيعون أن تثبتوا اسمه في قائمة رجل الدين الإنسان ستجدونهم حميرا 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 إنني أقول هذا عن خبرة ودراية وعن تحقيق وتدقيق وتنقيب وتنقير وهو أكثر من التنقيب وقت الحلقة صار طويلا ولم ينتهي الكلام لا زلنا نتحدث عن حوزة الحمير وأي حمير وأي حمير حمار ألعن من حمار وحمار أغبى من حمار وحمار أكذب من حمار قائمة الحمير طويلة طويلة خير وبركة خير وبركة مطاينة هواية هواية مطاينة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن برغم أنا في الحمير برغم أنا في الجحوش زهرائيون نحن يا بقية الله والهوى والهوى زهرائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله